أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة بننقلكم توقعات مهمة قالتها ليلى عبداللطيف في قناتها الرسمية على اليوتيوب مع رجى ناصر الدين عن توقعاتها العام 22 لبعض الدول العربية والإسلامية والأجنبية ولكن اللي همنا في الموضوع ما يحدث في الترند الآن والأخبار رايحة فين وبتدور على إيه وهل ده ليه علاقة بتوقعات هي قالتها ولا لأ كل ده هنعرفه من خلال هذا الفيديو وطبعا من غير أي مقدمات هنخش على طول في الفيديو احتراما للمتابعين والمشتركين وطبعا ده رأيكم وهنحطه على رأسنا من فوق وعلى الأساس كده بنبتدي إن إحنا نغير في أسلوبنا وفي أسلوب عرض الأحداث طيب ليلة عبداللطيف اتكلمت عن موضوع توطر هيحصل ما بين إيران وإسرائيل وده بانت ملامحه بشدة خلال الضرب اللي حصل إمبارح في أربيل وفي ناس بتقول إن ده ممكن يكون ضرب عادي من مجموعة من الحرس الثوري داخل إيران ولكن المشكلة من كام ساعة نزل خبر إن الدربة ما كانتش من داخل العراق الدربة كانت جاية من إيران نفسها يا جماعة يعني معنى كده إن الموضوع أكبر من موضوع إن هم بيضربوا الكنسولية الأمريكية زي كل مرة وخلاص لا دوراء حاجات أكبر من كده هنشوف الأول التوقع بلكن نشوف الخبر لست نازل من شوية علشان نربط كل حاجة مع بعض ليلة عبداللطيف كانت قيلة في آخر توقع لدولة إيران نحن سنشهد في المراحل القادمة توطر إيراني إسرائيلي توطر إيراني إسرائيلي يظهر بقوة إلى الوجهة الإعلامية ويوتر الأجواء العربية والدولية ويثير القلق لفترة وستكون الأجواء البحرية في قلب هذا الحدث لذلك سنرفق من الجو خاصة عند إطلاق الصواريخ تجاه هدف معين عند إطلاق الصواريخ تجاه هدف معين من الواضح أن التوقع ده حصل بحزفير ومبارح في أربيل وكل الناس وكل الدول أدانت الموضوع وده دليل أن فعلا الدول العربية خصوصا الخالجية حاسة بتوتر وحاسة بقلق بيدينه اللي حصل وبيدينه الموضوع لأنه مش عايزين الموضوع يوصل لحرب بما بين إسرائيل وإيران وده اللي بانت ملامحه من الخبر رأنا أقول لكم عليه الخبر نازل على جريدة الوطن بيقولوا أن إيران بتقول أن الهجمات الصاروخية على أربيل استهدفت قواعد إسرائيلية سرية يعني زم إحنا قلنا في التوقع إطلاق الصواريخ تجاه هدف معين مش بس الكنسولية الأمريكية زم كان معلن في معظم المواقع مبارح بعد ضرب الصواريخ ولكن كمان هم قصدين حاجات معينة وقصدين إسرائيل مش أمريكا بس في الموضوع أهو الخبر بيقول أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وحطوا تحتها متخط معنى كده أن ده مش حزب أو ميليشيات أو أشخاص ذات اتجاه أو طيار معين هم اللي عملوا الضربة لا لدولة إيران نفسها هي المسؤولة عن الحدث والدليل لتلفزيون الرسمي الإيراني بيقول أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت قواعد إسرائيلية سرية وفقا لموقع سكاي نيوز عربية وكان مسؤولين أقراض أكده في وقت سابق من اليوم سقوط عشرات الصواريخ الباليستية على العاصمة الكردستانية أربيل الحمد لله دون وقوع أي ضحايا أو إصابات بين المدنيين وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إنه جرأ استهداف أربيل والكنسولية الأمريكية زي ما أنا قلت لكم مش الكنسولية بس اللي كانت الهدف ولكن كان الهدف كذا حاجة من ضمنها الكنسولية طبعا باثناشر صاروخ باليستية اثناشر صاروخ الدرب مبارح على أربيل كما تضررت قناة تلفزيونية على مقربة من الكنسولية الأمريكية وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إن الصواريخ أطلقت من خارج حدود إقليم كردستان وخارج حدود العراق وتحديدا من جهة الشرق يعني أصلا الصواريخ ما تضربتش من العراق ما تضربتش من إقليم كردستان من بلد جنبيهم أو حاجة زي كده زي كل مرة المختلف من الموضوع إن الصواريخ جاية من خارج الحدود من جهة الشرق وإيه الدولة اللي موجودة من جهة الشرق عند العراق في حدود العراق هي إيران هو خايف يقول إن ده طبعا تقارير رسمية بتتقال ومواقع إخبارية فلازما يكون كلامه محسوب كل اللي قدر وتجرأ إن هو يقوله إن الصواريخ جاية من تجاه الشرق بس كلنا فاهمين وعارفين إن في الحدود الجغرافية لدولة العراق من ناحية الشرق هي إيران لو السواريخ قالونا إنها جاية من الناحية الشمالية كن قلنا تركية جاية من الناحية الغربية كن قلنا من ناحية السعودية قلنا من ناحية الجنوبية كن قلنا الكويت لكن هما قالوا من ناحية الشرق بمعنى إيران فده من الواضح أنه تطور كبير جدا وأيضا مش موضوع هاين زي ما البعض ما هيقول دي ضربة كل فترة بنسمعها في أربيل وإيه الجديد الجديد إنها جاية من خارج الحدود جاية من إيران بذات نفسها ثانيا إن تم الإعلانة عن الضربة في التلفزيون الإيراني الرسمي ثالثا إن هما حطين هدف معين وهي قواعد إسرائيلية سرية داخل أربيل يعني الضربة موجهة أكتر لإسرائيل مش لأمريكا فقط كما تم الإعلان عنه في مواقع إخبارية إمبارح فده فعلا بيوتر الأجواء ما بينهم وده بيقودنا إلى احتمالية تانية في توقعات كانت أيلاها ليلة عبداللطيف أيضا في نفس الحلقة قالت إن فيما بعد ممكن نشهد ضربة عسكرية متبادلة متبادلة مش لجهة معينة أو حد بس اللي هيضرب لأ هنشوف ضربات عسكرية متبادلة بين إيران والعدو الإسرائيلي آتية لا محالة خلال المرحلة القادمة وتدعيات هذه الدربة هتؤثر على بعض الدول العربية وخاصة لبنان وليه بنقول لبنان لأنه طبعا موجود فيها حزب الله وهو تابع أيضا لإيران فالضرب ممكن إسرائيل يعني أقرب حاجة لإيران ممكن تضربها إسرائيل هي حزب الله أو المقاومة حزب الله اللي موجود في لبنان واللي موجود أيضا في سوريا وطبعا ده لو حصل أنتوا برضو في مشاكل كبيرة ما بين إيران وإسرائيل من زمن الزمن وما ننساش برضو إن إيران فيها نووي وإن إسرائيل برضو فيها نووي فأي قصف خطأ أو غلط أو عدم حسابة الدربات ممكن نشهد ضربة نووية وساعتها هنقع في المحزور وإحنا للأسف في النص ما بين إسرائيل وإيران دولة العربية كتير جدا موجودة على المحك موجودة على الحدود ما بين الدولتين هيبقى فيه مشاكل كتير جدا فربنا هيسطر إن شاء الله من توصلش الأحداث ده هذه الدرجة ولكن النووي الحقيقة ليلة عبداللطيف برضو تكلمت عنه قبل كده وقالت إن هيكون في حرب نووية مش شرط تكون أو تكون الدربة من روسيا وهنعرف دلوقتي قالت إيه بالزبط كانت بتقول في آخر لقاء لها على قناتها برضو إن الرئيس بوتين قد لا يتردد في استعمال السلاح النووي قد يعني نحط تحتها كم خط إذا تطورت الأحداث إلى الأسوأ سيبنا بقى من الجملة دي بنركز في اللي جاي ولكنني أرى إن استعمال الأسلحة النووية قاتي لا محالة من روسيا بقى أو من غير روسيا والتاريخ في إيد الله والانتصار عاجلا أو أجلا للروس يعني مش شرط نشوف موضوع استعمال الأسلحة النووية في روسيا لأن هي أجلة ممكن يكون في روسيا أو حتى غير روسيا وطبعا معروف جدا إن إيران فيها نووي ومعروف جدا إن إسرائيل فيها نووي ربنا يسطر أنا كده قلت لكم كل الموضوع وآخر التقرير الإخبارية من سكاي نيوز والموقع الوطن والتوقعات مصدرها من قناة ليلة عبداللطيف الرسمية على اليوتيوب حبينا إن إحنا نوفيكم بآخر الأخبار والتوقعات عن الموضوع شكرا لحضراتكم وعن وجودكم معينا في القناة ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ولو أول مرة تشوفوا الموضوع أو عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا باللايك والشير شكرا وأشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار